اشتركوا في القناة اللي راح يختصر لكم الطريق ويتلاف الأخطاء اللي تصير وهي الطلبة دائماً هذا الفريق راح يملي استمارة تقديم الإلكترونية وبحضركم من التراجعون كلية راح تجيبون وياكم المستمسكات الثبوتية اللي هي هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الموحدة أو تأييد التخرج أو وثيقة التخرج عنوان الجامعة موجود أسفل الشاشة النجف شارع المثنى مجاور قراج البلدية والإجابة على أي استفسار تقدرون تتصلون على الأرقام الموجودة أسفل الشاشة أو مراسل الصفحة الكلية على فيسبوك كلية الطوسي برؤية حديثة وانطلاقة جديدة ملاك تدريسي كفوق مختبرات متطورة أقسامهم قسم تقنيات التحليلات المرضية للدراسة الصباحية والمسائية ويقبل هذا القسم خريجي لإعداديات للفرعين العلمي والأحيائي قسم التمريض يخرج مرضين جامعين بإمكان المتخرج أن يتعين مركزياً بالمستشفيات الحكومية ويقبل هذا القسم خريجي العلمي والأحيائي وإعداديات التمريض وهذه دعوة منوظفي القطاع الصحي للاتحاق والقسم قسم التربية الإسلامية صباحي ومسائي ويخرج مدرس أو معلم جامعي بمادة التربية الإسلامية ويقبل كل مخرجات وزارة التربية كذلك هو الحال مع قسم علوم القرآن الكريم طلابنا الأعزاء أكو أقسام داخلية مخصصة للطالبات من الامتيازات التي توفرها الكلية أنه هي توفد الطلب الأوائل خارج العراق لإكمال الدراسات العليا وتوفر لهم فرصة عمل أكو تخفيض كبير لموظفي القطاع الصحي تخفيض مميز لعوائل الشهداء والطلب الأوائل بكل يثن وطلبة الحوزة العلمية وامتسبي القوات الأمنية والحجد الشعبي وامتسبي العتبات المقدسة والمعاهد الإسلامية في أقسامنا الإسلامية الأجور الدراسية تندفع بشكل أقساط مريحة كلية توسي الجامعة برؤية حديثة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر